بالأمس كان هناك خطاب مهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في افتتاح الملتقى الوطني الذي نظمته هيئة وسيط الجمهورية الخطاب القاه نيابة عنه وسيط الجمهورية مجيد عمور طبعا بالأمس كنا خصصنا الحلقة بالكامل عن الموقف الجزائري المشرف في مجلس الأمن في مواجهة الفيتو الأمريكي لذلك ما كانش عندنا مساحة للعودة إلى الكلمات التي كانت في الخطاب ولكن لأنها كلمات مهمة وفي العادة يجب أن نغربيل بعض المواقف فالرئيس تبون يقول في خطابه كرامة المواطن الجزائري ليست شعارا ولا كلام مناسبة خلونا من الهضراء أنه في نهاية المطاف المواطن خط أحمر كرامة المواطن فوق الاعتبار قل لي ويش درت للمواطن في الواقع أيها المسؤول المحلي فأيضا مفهوم الدولة القوية كما قدمها الرئيس تبون في خطابه مفهوم مرتبطة عند الجزائريين بنهاية زمن البيروقراطية والقضاء على غول البيروقراطية قال بأن الدولة القوية كمفهوم راسخ في دهني وقناعتي مرتبطة بالقضاء على تسلط المسؤولين المناسبة هذا الكلام ليس لي وإنما للرئيس الجزائري تسلط المسؤولين لما نقضي على تسلط المسؤولين على الشبابيك المغلقة على الكلمات الجافة في الإدارات على غول البيروقراطية على التعامل غير الإيجابي مع المواطنين على التعدي على حقوق المواطنين وعدم منحهم الحق البسيط في حتى فهم بعض التعليمات وتنفيذها فعند نهاية كل هذه الأشكال من البيروقراطية وتبعاتها يمكن القول أننا نملك دولة قوية أيضا كان هناك حديث عن الرقمنة بأنه لا مناصة من تنفيذ الرقمنة وبالمناسبة الكلام عن الرقمنة ليس اعتباطيا لأنه لو وصلنا إلى الرقمنة لما كانت هناك بيروقراطية ولما عش عشا الفساد عشاشة الفساد في دوليب الإدارة الجزائرية